اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المباريات المهمة يعني دكتور أحمد البافا نصح قرار انه ما فيش مانا انه يبقى موجود على الدكة ما فيش مانا انه ياخد في بعض الاوقات في امور ما تبقاش فيها ضغط عشان مودست وده الزكاية بقى وديميزة ان يبقى عندك طويب نفسي يعني انه في لعيبة انا جاي بفلوس كتيرة انا جاي من اوروبا انا سن كبير فالعلم مركزها معايا اوش اوش طبعا هبقى مضغوط حتى لو انا عندي خبرات عظيمة هبقى مضغوط برضو فالدكتور عايز يخلص مودست من هذه الدكتور الدكتور محمد ابو الوفا فنصح قرار انه ما يبدأش مودست في المباريات القادمة بشكل اساسي ماشي دي نقطة نقطة اللي بعدها مرسل قرار ايضا قرار انه يسافر والاهل يسافر يعني لتنزانيا لمواجهة سنبا في زهاب ربع نهاية دوري الافريقي يوم 18 اكتوبر الجاري يعني قبل 48 ساعة فقط من المباراة اللي هتقام ان شاء الله يوم 20 اكتوبر هيستعد هنا ويجهز هنا وبعد كده يسافر على طول يتضرب له تمرينة رئيسية قبل المباراة وخلصت الحكاية ان شاء الله الاهل من هناك يقدر يفوز ويرجع يعني كان ملعب سنبا صعب جدا 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 وذكرات الاهل فيه مش اعظم حاجة بس الاهل ان شاء الله يخلص الامور بدري بدري من هناك ان شاء الله الاهلي خلاص تأكد انه هيفقد الرباعي عمر السلية ومحمود من تولي وكريم ندفد وصلاح محسن في مباراة امب القادمة وايضا مباراة الاسماعيلي اللي بعدها في الدوري الممتاز هيتم تأهلهم عشان يكونوا متوجدين في مباراة سنبا في الدوري الافريقي الرباعي مهم جدا بس تشكلت النادي الاهلي بقت سرية جدا مليانة لعبين واسماء كبيرة جدا حتى لما الاسماعي الكبيرة انا قلتها دي بتغيب انت متحسش بتأثير في الاهلي خالص خالص يعني طيب الاهلي عنده انبي اليوم الاربع ان شاء الله في كأس مصر ويبعد كده عنده الاسماعيلي في الدوري مباراتين صعبين جدا انبي فريم محترم جدا مع كابتن المصطفى والاسماعيلي بيفوق مع كابتن انا بجالب بيفوق لسه بيفوق شوفت انا اخترت اللفظ الانسب يعني لسه بيفوق مفقش السبيه فوق ازل اسماعيلي واعتقد ان هو في الطريق السليم اتصور ذلك يعني النادي الاهلي استانف مرانه الجماعي النهاردة بعد راح اخدها 48 الساعة المران شاهد مشاركة ريدا سليم بعد تعافيه من الاصابة بكدمة فيه الرجبة وبالتالي ريدا سليم اصبح جاهز تماما تماما للمشاركة في مباراة ام بي بكأس مصر الواحد لسه عايز شوف ريدا سليم ده اكتر واكتر موهبة حلوة اوش ممتق يعني لعب ممتع جدا فكونوا ان هو يرجع حلو نشوفه اكتر واكتر نشوفه امكانيات اكتر كمان يعني